أحمل إسرائيل العدوان على لبنان وأحمل حزب الله خطأ استراتيجي باتباعه سياسة وحدة الساحات يلي ظهر وبيّن يلي كنا نقول فيه أنه ما فيه مصلحة لبنانية فيه فيه مصلحة بركة لدول تانية بالمحور بركة بس يدام أنه مصلحة لبنان من هي هذه الدول؟ الدول المحور امتدادا من إيران وصولا لها وبابقى منا يعني عراق وسوريا ما شاركوا ما بقى إلا إيران وإيران اليوم تحارب بحزب الله وباللبنانيين تحارب إسرائيل إيران عليها هي أن تحارب إسرائيل بالمباشر إذن معاي الوزير أنت مقتنع أن أجندة حزب الله لم تكن لصالح الداخل اللبناني ولكن كانت لصالح أجندة إيرانية نحن لما عملنا وسيئة التفاهم بالألفين وستة كنا أول من حدا لبناني قال استراتيجية الدفاع عن لبنان سميناها استراتيجية الدفاعية ينخرط فيها حزب الله وبتكون الدولة ولليوم نقول هذا الشيء وبهذا المعنى نحن وقته قلنا وقته أنه نحن لبنانا أكتر حزب الله لأنه نحن حزب الله هناللبنانيين وعزيزين وشركاء في الوطن وبدنا نحافظ عليهم ما بدنا إياهن يكونوا مثل ما كتير مكونات لبنانية تانية وعزاب تانية تابعة لقواب القارج للأسف لما اتبعوا وحدة الساحات صار فيه مصلحة غير لبنانية بهذا الموضوع وصار فيه أجندات غير لبنانية ليس كنا كنا ضدها طيب قد يقول من يسمع إليك الآن كأن تبدو كسياسي تحالفاتك بالتعبير اللبناني على القطعة يعني إذا كان حزب الله قوي إذا أتحالف معه إذا كان حزب الله في موقف صعب أنا عملت وزير خارجية ست سنين تعرف شو أتعلمت تعلمت أتحالف مع مصلحة لبنان ويني بشوف في مصلحة لبنان بيكون موافة مصلحة لبنان في تحالفك مع ماني الآن مصلحة لبنان اليوم بأن نكون كلنا سوا متوحدين متضامنين لنحافظ على لبنان لأنه لبنان اليوم بخطر وجودة ونحنا أمام فوضى هتسأ صدرك ليس هناك هذه الشعارات على الأرض التحالفات السياسية واضحة بشكل واضح أين سيقع جبران باسيل أين يقع جعجع أين يقع بيري أنا أحذر عن شيء بكرة الجمهور يحسبني عليه أنا أعتبر اليوم ليس وقت إصطفافات داخلية لغة يقولها كل سياسيين سمحي لليوم اليوم في حرب على لبنان في محاولة احتلال لأرض لبنانية نحنا مجبورين ندافع عن أرض لبنان ومجبورين نحافظ على سيادته واستقلاله لما هذا الشيء نحافظ عليه نرجع جوا منختلف على كيف نوقف بالستراتيجية الدفاعية مين معه ومين ضد طبعوا لك أنا أعتبر اليوم ما عنا اللوكس رفاهية رفاهية هذا الموضوع لأنه نحنا أمام خطر فتنة داخلية هنا كما سيقول لك تب واحد البيت المسيحي اتحد أنت وجعجع على أمر بعيني البيت المسيحي ليس بيت مسيحي واحد تعانونها من المسيحي أنا ما وحدة المكونات اللبنانية ووحدة اللبنانيين أنا ما بعمل وحدة المسيحيين على حساب وحدة اللبنانيين وبأعتقد هذا خطأ عملوه حتى حزب الله لما بدوا الوحدة الشيعية على الوحدة الوطنية أنا بفكر كيف بدي أحفظ لبنان أكيد بحب أن الطائف السنية تكون مجموعة والطائف الشيعية تكون مجموعة والطائف المسيحية تكون مجموعة إذا كنتم في الطائفة في الوحيدة غير قادرين على التفاهم ستتفهموا مع الطائف الأخرى أنا أنقل لك من وجهة نظر بعيدة عن الداخل هكذا ينظر إليكم الديمقراطية في لبنان جمالة أننا نحن متنوعين ومختلفين وقدرين يكون في عنا كل واحد توجهه السياسي ولكن لازم نجتمع لما بيكون شيء بمس بحريتنا إذا كان لازم نجتمع المسيحيين على موضوع رئاسة الجمهورية صحيح اجتمعنا وأخذنا خيار رفضوا الآخرين يقال أنه يحسب لسامير جعجع أنه مثلا دعم بشير عون في مسألة رئاسة الدولة هل يمكن أن يفعل جبران باسيل هذا الأمر الآن ويدعم سامير جعجع رئيسا أنا اختصرت بجملة قلت مستعد وتفهم أن يدعم طموحاته لسامير جعجع بس ما عندي أدرا أدعم له ومشاريعه خاصة إذا كان بيوجه كل اللبنانيين ليه الفرق بجموحاته المشاريع؟ لا فيه فرق كتير واحد فيه حقه يضمح يعمل رئيس جمهورية تفهمي طبعا وهو يمثل إنما مشاريعه للبنان لازم تكون شوي أوضح لأنه هلأ برجع بقليك نحن أمام خطر حقيقي صحيح بتقسيم لبنان وهذا الشي شفناه بسوريا شفناه بالعراق وهذا الشي قاتل للبنان أنا بنادي باللا مركزية الإدارية والمالية والموسعة بس هي مش تقسيم هيده إنماء للبنان أبدا وهذه حتى مش فدرالية ما عندي عقدة الفدرالية بس الفدرالية مشكلتها في لبنان من الجغرافية بدا تكون إثنية أنا مع اللا مركزية لأنه هيده بتعطي لأ المناطق تقدر تختني هي بإنماء زيته إنما التقسيم هيده خطر وهيده مشروع إسرائيلي وهيده سمحيلي هيده خطر على كل المنطق بالتأكيد وأنا موني بواجه كلمة للدول العربية لدول خليش كلنا سوا لأنا باعرف حرصن على لبنان الخطر هيده ما بيطال بس لبنان هيده بيطال كل المنطقة العربية وهيده هيده في إسرائيلي بشان هيك لازم وقده ومنع أنه يصير طيب بمناسبة بما أنك تحدثت بصراحة وأنا تحدث بصراحة أكثر تقول عن الدول الخليجية ودورها في الملاف اللبناني أنت تتحرك على صعيد بعض الدول الخليجية بعينها لتقوم بطرح اسمه معين بعيدا عن قائد الجيش ويقال أنك تنصق في هذا الأمر مش صحيح نحن ما عنا مرشح أبدا نحن مؤخرا عملنا لائحة بكل المرشحين المطروحين وجلنا فيهن على كل الكتب النيابي وأخذنا أراء فيه نحن ما طرحنا ولا أي مرشح عنا مرشحين أيلين عليهم لا ما من وفع عليهم عنا مرشحين أيلين عليهم نعم ما من وفع عليهم عنا مرشحين أيلين أنه ممكن درسهم هل طرحت على السيد نبي بري مرشحين اسمين غير صحيح غير صحيح ترحت عليه اللائحة التيار كل نواب التيار ترحوها على كل الكتن لا يوجدها رقم واحد فيها الأسماء التي موافقين عليها والتي رفضينها أبدا وعدد كبير كفاية لا يكون فيها معترض ولكن لماذا تتخذ هذا الموقف من قائد الجيش رغم أنك تعلم من الناحية السياسية أنه يتمتع بقبول داخلي من قطاعات واسعة في الداخل اللبناني أيضا يحظى بتأييد عواصم عربية دولية لسببين السبب الأول بعتبر أنه ما إلي حق أنا حدا اختبرته وعندي رأي فيه أني أيده لأنه بعتبر فيه مجموعة من الناس اللي اختبرتهم هو أحدهم هذا ما لاح يكون عندهم مشروع نجاح للبنان السبب الثاني اليوم إضافة أنه فيه أسماء بمواقع معينة هي مشروع مشكل في البلد ونحن نريد مشكل في الناس لا نريد مشكل في الزيت أنا خوفي اليوم هل كونك اختبرت وأنت خوفي الأساسي اليوم من الفوضى في لبنان أنت في النهاية السياسي بالرقم السياسي أنت رقم سياسي ولكن أنت تقول اختبرته هل هذا الاختبار قد يكون غير ناجح من وجهة نظرك ولكن من وجهة نظر مجموع آخر مجموع وليس واحد أنا خوفي اليوم برشعب أدليك من شيء أساسي بالبلد هو الفوضى الداخلية وصولنا للفتنة الداخلية